كان فيه رد سريع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد واللي هنقرال حضراتكم واللي موجود على طبعا كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخباري طبعا بعد تحرك النادي ألالي قرار جديد بمنع رئيس نادي الزمالك من الظهور إعلاميا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد قرار منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين القرار الخاص برئيس نادي الزمالك يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريد على إثارة الجماهير الرياضة المصرية وتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية كان النادي الأهلي قد تقدم بطلب رئيس مجلس النواب أيضا اللي احنا قرأناها لحضراتكم الدكتور علي عبدالعال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد التجاوزات الفجة التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر